اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد دون براموديناي وزير خارجية مملكة تايلند الصديقة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي الجنرال برايوت شانوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند لمملكة البحرين وخلال الاجتماع تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول إعمال زيارة معالي الجنرال برايوت شانوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند لمملكة البحرين إضافة إلى مساري تطور العلاقات بين البلدين وسبل الدفع بها لمستويات أكثر تقدما على الأصعدة كافة وقد رحب معالي وزير الخارجية بمعالي وزير خارجية مملكة تايلاند الصديقة مؤكدا معاليه اعتزاز مملكة البحرين بما تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم ونماء في مختلف المجالات في ظل الرغبة المشتركة لتعزيزها وتنميتها وفي ضوء تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين الصديقين بما يسهم في فتح أفاق أوسع للتعاون والتنسيق المشترك في مختلف المحافل بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين من جانبه أكد معالي وزير خارجية مملكة تايلاند على متانة العلاقات البحرينية التايلاندية في مختلف المجالات مشيدا بالدور المهم لمملكة البحرين في المنطقة ومتمنيا لها دوام التقدم والازدهار